بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة التوم البيض من 14-16 والأحمر من 17-23 الطماطم من 90-110 والعدات الكبيرة ب120 جنيه البصل المقاور من 7-8 والفتيل من 9-10 الأحمر القديم 21-22 مافيش 23-24-25 زي الـ 15 يوم اللي فاته والأحمر الجديد بـ 15 جنيه البطاطس بالرغم ان في محافظات كتير خلصت البطاطس البطاطس الشتوي ولكن عموما برضو في كميات موجودة في السوق من محافظات تانية عموما البطاطس البيضة من سبعة لتمانية البطاطس البرم الجبلية تمانية ونص تسعة والارض السمراء من تسعة ونص لعشرة ونص الاسبونتات بعشرة ونص حداشر اسبونت المنصورة والسلانة بتسعة وتسعة ونص التايسون والكنجزمان آآ قليلين في السوق لكن اسعار برضو من عشرة ونص لحداشر دول طبعا يعني اجود انواع البطاطس في السوق البصل القديم اللحمر والبيض قلت لكم من واحد وعشرين لاتنين وعشرين وكميات قليلة آآ ما فيش تلاتة وعشرين واربعة وعشرين الجودة من آآ البصل اللحمر القديم الكردي والجيزة بقت قليلة في السوق وكمان اللحمر الجديد صحيح الميا لسه موجودة فيه والزرعة التقيل لكن بخمستاشر آآ جيني النهاردة اللمون من خمستاشر لواحد وعشرين اتنين وعشرين ابتدى طبعا السوق يستكر شوية غير ايام الاربعة والخميس والكمعة اللي كان فيه زيادة في ارتفاع الاسعار البسلة من سبعتاشر لعشرين جينيه استقار السوق شوية من يوم السبت تقريبا وامبارح الحد والنهاردة اول ايام رمضان كل السنة وحضراتكم طايبين القلقاس بتسعتاشر جينيه السبانخ من تمانية لحداشر جينيه هادي السبانخ قدامنا حضراتكم السبانخ من تمانية لحداشر جينيه الجزر الشكارة الى عشرين كيلو من خمسين لستين الفلفل اسعاره كانت ارتفعت جدا لاربعة والخميس والجمعة زي ما قلت لحضراتكم عملنا فيديوهات بالكلام ده طبعا كان فيه السحب كان كتير والطلب كان كتير الفلفل الشطة النهاردة من عشر لحداشر جنيه الشطة الحمرة باطمانتاشر جنيه البتنجان العروس اسعاره ابتدت ترجع تاني لاربعة وستة في خمسة وخمسة ونص اللبيض برضو هو اللبيض كان قبل يعني الاربعة والخميس والجمعة قبل سحب رمضان اللبيض كان قليل في اسطوق والمخدد كان برضو قليل وعشان كده كانت اسعارهم عالية النهاردة اللبيض من عشرة لحداشر جنيه والمخدد من تلاتاشر لسبعتاشر جنيه الفلفل الرومي من تلاتاشر لخمستاشر جنيه في الحقيقة الزرع كتير في اسطوق اللي يبين ان ممكن زي ما قلت لحضراتكم قبل كده يعني ممكن كمان يوم يومين تاني يوم وتالت يوم رمضان هتلاقي الاسعار ابتدت تستقر وتختلف عن اللي احنا بنقوله الوقت البتنجان الرومي من سبعة لعشرة جنيه الخيار من اتناشر لخمستاشر جنيه والكوسة من تسعة ادي حضراتكم الخيار الشكايل والكوسة من تسعة لحداشر جنيه بنقمل ان شاء الله استقرار في اسعار الخضار واول ما الاسعار بتستقر بنبتدي نزهر لحضراتكم ان شاء الله الاسعار الجديدة ونتكلم على السحب قد ايه في اول ايام رمضان كل سلام والطيبين السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر